السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي إن شاء الله سنشرح الجزء الثاني من Introduction to Computerized Statistical Analysis طبعا بداية المحاضرة يذكر Logical Operators والMathematical Operators شان هذن هذن اهميته احنا مهات نوله هنا بس خاف يجيب يعني MCQ هاحفظه مثلا يجيب لزاد ناقص والطرح والقسمة ويقل لي ويحطوا اياه الكريتر ذان علامة ويقول لي اياه ويقول لي اياه الماثماتيكال Operators ويقول لي اياه ويقول لي اياه ويقول لي اياه يعني خاف تيجي هاذ الشي نحط ببانه ال Combining Conditions همين تيجي ال & or 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 not يجيب لنا عبارات ونختار من عدها ان شاء الله يعني همين مو فشي صعب اقواس عندي Transformation Commands الترانسفورميشن كماندس اللي راح نستخدمه هنا اثنين Compute وال record اول واحد طبعا انا اعتقد هال المحاضرة تيجع عليها اكثر شي اماكن MCQ هالسوالف لانه ما عد مصرط بيق فقائمة عندي اللي هي transform نفتح من عدها اول command راح نستخدمه اليوم هو compute الكمبيوت الكمبيوت شنو فاقتي وشنو اشي اسوي بي الكمبيوت اقدر احسد بي اقدر اسوي لي نيو فاريبل اقدر ابدل قيم عندي قديمة طبعا طبعا نحن نشوف ما نسويها ان شاء الله على مثال نطبقها فهذا القائمة اللي عندي ابدأ اصوي واحد جديد وبعدين ابدأ ادخلها اللي اقدر استخدم الـ variables اللي هنان استخدمها اقدر استخدم نيومورك واستخدم نطبقها بالنهاية نهاية المثال اما الـ command الثاني اللي هو عندي هو الـ record الـ record دعني ناخد مثلا الـ age ونطلع old and new values شنو الـ record يفيدني؟ الـ record يفيدني انه الـ data يعني سيحة recording يعني ابدل الارقام مالته شنو الى اللي ممكن يجي طبعا هذا التوقع يعني من عندي بس انا ما ادري بس يعني نحط الاحتمال بقنا نشوف ان هذا الجزء كل هذا الـ part كله هذا اسمه old value عندي هذا الـ part كله يسمى new value فاحتمال يقول لي من هذا الـ part كله يطنفد MCQ وهذني خيارات بيه وحاطلي يعني اشي يحط او لا يقول مثلا عدد او فش شي ثاني يعني كل شي محتمل احفظ ذني به اكو بيه value اكو بيه اكو بيه system or user بيه range و هذا النمات الباقيه فاحتمال يجي يقول لي خلال هاي الـ panel شي موجود الـ value مثلا عندي اكتب رسدنسي واحد هنانه ولي نيو فاليو اقول مكان كل واحد يصير ثلاثة اسوي الاد من ادوس كونتيني راح تتغير كل قيمة واحد تتغير الى ثلاثة بس طبعا قبلها لازم انا يكون بالويندو هذي الويندو يكون انا مختار رسدنسي حتى يشتغل علي هسانه هنان ستشتغل على الاج سيستم ميسنج هذي تعامل لي مع الميسنج فاليوز اللي هو البرنامج وحطها من ان احنا ما مندخلها طبعا هاي تمثلها الشون يمثلها بنقطة اوكي هاي اللي نيومرق داتا اما السترنج مايساوي لها ايشي لانه ايشي قلنا الفا نيومرق كل ممكن فالسترنج ما بي يعني مايطيني سيستم ميسنج الى سيستم or user missing هذي احنا نحط الميسنج فاليوز احنا ننطيها قيمة مثل هاي 999 999 هاي احنا نحطها رينج هذا نختار بيمبين اريد الفاليوز مثلا هزا احنا مثل ما نسوي اقول لي الاعمار من 25 شهر الى حد 35 شهر من 25 شهر رينج لو استثروه مثلا يقول اللي عمرهم اقل من 24 شهر هذي اكثر من 40 شهر او الاذر فاليوز الفاليوز اللي مدخلت طبعا الرينج موجود موجود للسترنج موجود بس للنيومرك هذي بالنسبة لها البانال كلها شنو موجود بيحل الخيارات اللي موجودة عندي و اقدر استخدمها بي اما النيو فاليو هنانه مثل ما اسا احنا قلنا هنان رزدنسي ادخل واحد ادخل قيمة اريدها بمكانه اوكي system missing اللي هو غير مثلا يقول كل قيمة واحد موجودة بالرزدنسي على سوياه system missing هو system بعد رح يرسيها اوكي بعد ما نكمل الخيار مثلا سهي قلنا واحد وهنا سيفد ثلاثة نسوي add راح يطلع ال specification ما انتهينا له من ندوز continue راح اوكي اوكي صار التغيارات اللي انا محتاجها خلينا اخذ مثال انا هسا عندي ال age هنا age group 24 يمتد الى 36 36 شهر يوصلون و اكو 32 35 30 اوكي هنالها ال data يوصل حتى الى 40 شهر انا هقسمهم الى ثلاثة ثلاثة غروبات اوكي فشن سوي نجعل transform compute اردى سويهم وفد variable جديد age اخنا نسويها الكبر age اوكي age group هذي المثال الموجود بالمحاضرة همين اه سوينا age group هذا اسم ال variable multi وراه شنسوي ايج اختار ال age هاذا هحطه هنا انا اوكي اه باحت هي اندوس اوكي طلعت لي ال age group ماتة انعادة هو تقريبا نفسه هسا نش نبدي نبدي نسوي واندوس record هما نجي وانسوينا النواحد هاذا هاذا ال age group مالتي all the new values ال values ال values شنش عندي ام كل system are user missing اوكي نسويها تتحولي الى system missing اوكي بعد هنجي range نسوينا age group اصغر قلنا اصغر من 23 شهر شهر حياخذهم كلتهم يسويهم طبعا هينطيها value نقول ليسوا ان اياها واحد اوكي يعني كل الاصغر من 23 شهر راح يحولهم الى رقم واحد عاد اللي اكبر من 40 شهر اريد يسويهم 3 وعند الـ range البقى ما بين الـ 24 والـ 39 هذا اللي اقول لسويليهم اثنين همين اد continue اوكي اسه راح يتحول الـ data عندي اوكي هاذا يتحول الى تكون السبعة وكل 24 الى تحول الى اثنين كل 23 اذا عندي 23 ما اعتقد اندي 23 فهنان كل 24 متحولة من 24 الى اه اربعين كي اعتقد كنه هنان عندي هات الاربعين وفوق 3 صار والبقى هذا لان ما عندي 23 كان شفنا رقم واحد يعني هذا بالنسبة للجزء الثاني من محاضرة دكتور احمد وبالتوفيق يا رب اشتركوا في القناة